سلام اكم اخوان كديرا بخير اللي بس عليكم كنتم لتكونوا مفقص نحال اليوم ندرك لكم هذا الفيديو على طريقة الترخيم او سيكو طريقة رقامية هنتم مقدشوفوا الطريقة كيفاش جاءت في الاخير الى تبعتوا الفيديو بتشوفوا الطريقة كيفاش كن ندير باش نحصل على هذي النتجة هذه اول حاجة نحتاج موس ملوندوي يكون مزيان يكون باقي جديد يكون يعني مزيان تحكو بركائه الحرش ديال المتين وعشرين تيولي ملس بزاف يعني اللي ملس ومزل انوكس ونحتاج السيكو يعني عجين دي السيكو رامعروف كان الحيط كان نوجده بسطوب باش يكون فيني يعني سطوب سلحة يكون بلا فيني في الاول عز كتنفق منه من كتنفق البورشي دير رولو تنفق سطوب هو اللي كعطيك فينس يوم زين وكان نخدم بالرولو يعني العجين دي السيكو نديرو شوية خفيف باش نخدم بالرولو باش نخدم بالرولو وطرق لك تشوفو كنصرج المساح اللي نخدم فيها مثلا لحساب اللي صرج اللي يقدر يزلي الرولو قدر نقولو مترو اللي مترونس كاري نحساب اللي نخدم برولو سيكون مزيه مطلقش للزغوب يعني رولو يكون خدمت بيه يعني ما يكونش اول مرة تخدم بيه كان صرجي وكان نشت الموس كان حيه دلاه صرج ديال لك البورشي دير رولو يعني حروشي دير رولو كان حيه دا انتم ما كتشوفو حيه داك الحروشية ديال رولو اللي قدرون في الحد ثلال التخدمي من الحريب وكانخلي بصرجي بشي كنورق على الموس وكان نعس الموسي شوية كانخلي بصرج طرافه من البعد كبدة نفيني ونخلي ببيسون ونع الأحد الخط يعني نخليه لوحد جاعة عندما كنتشوفو كبدة نفيني لك الحل اللي من اللي تطبق كبدة خدمة وما اللي احسن إذا كان يعاونك مزيان. أنا مثلا لأخذي أو معاوني دفع. أنا كنسرجي دفع. بالمريد نبذع. مزيان. من الأحسن يكون هو يسرجي بالرولو. ويحيد لك البوشي دي الرولو. هو واحد يتبغي الفينيسيو. اللي كتقن الانضوي مزيان. يعني. باش تفيني الحيث مزيان. ما يمكنش تكون قد تفينيه مزيان. إلا ما يمكنش تتقن الانضوي مزيان. لأن أول حاجة. يمكنك تتقن الانضوي مزيان. عادي ممكنك تفينيه مزيان. لأنه يمكنك تخلي شي بيسون في الجناب. والحيث يكون. يعني. يكون بلع. ما يكونش فيه. إذا نتخدم مع البوشي دي الرولو. دي الفينييل. ما يمكنش. يعني. ضربة توجه الحيث مزيان بستوب. وتخدم فوق منه. بالانضوي بهذه الطريقة. عندما تشفوا الأخذ دبرا. هو جدل الفوق. هو كحيد الحرشي دي الرولو. يعني الحرشي دي الرولو هي كالتحييد. من البداية كانت أنا كامدن فيني. عندما تشوفوا. وخط وخط كيب قديمة غادي لصار غادي لك الجياء. ونكن فيني لشي. يعني ترقم زيانة. يمكنك ترقم زيانة. يمكنك ترقم زيانة. والستيكو ان شاء الله رايت لديه مزيان. يعني أهم حاجة في استيكو هي توجد الحيث. توجد الحيث. وتخدم. وبالنسبة للستيكو. كنت أختم بيكوش واحد. بعد الطريقة التي تشفوا. كنت أختم بيكوش واحد. يعني. ستوب. كنت ندير بيدوكوش. دي ستوب. يتفينه مزيان. لحيث. كنت أختم بيكوش. في هذا الطريقة التي تشف. كنت أخذها. في هذا الطريقة. نشطر إلى طريقة. في أولا. كنت أخذها لأتفاق صغيرة. وهذه الطريقة التي تفعلها للرخام. يعني. تقريبا طريقة سهلة. أحسن من الطريقة التي تخططها في الأول. تخطل لجلل الألوان أو ثلاثة الألوان من استيكو. هنأخذها في الموس مجموعة. ونأخذها في طريقة الرخامية. هذا كنت أخذت مزيانة. يجب أن تتحكم ان تتحكم في العرقة التي سيتكبرها يسمعون أصغير و كبار أو أكثر إنها سكتشف يجب أن أشرب نفسه لا نشاهد مزيان يعني يكون باقي لغة يشرب شوية كمده نستيكي فيه يعني حيث تخطي فوق سطوبر كي شرب ضغية غير مني كنسهلي كمده نستيكي فيه كمده من بلقصها بني بديت و انا كنستيكيتها كنكمل لحيث تطرق نستيكي بموس ديال انوكس او موس ديال اللي اخذ نتبيه في الاول يكون مثلا ال 18 او ال 20 يمكنك تستيكي به يعني كده بطل من الفوق اللي تحت مثلا هاكبه الطريقة هادي كده تستيكي و انت كتشوف حيث نجنب كي بيالك البريو كي طلع كتبقى تستيكي تستيكي انتكي نشوف الفاس تقريبا كي بيالك رصافي بانو ارى البريو فق اي مكان في البريو لانو الوضور المهم ديال الستيكر صافي و انت ما كتشوفه يعني شوية البريو بذكيبان لانو باقي ما شوفه ما كيعدش دكت بريو مزيين ما حدو كي نشوف قاتل بريو و انت مكان شوو بان مساعدت الكوروار كامل يعني ذا باقي ما دايش ليل بيرني السيراج ديرو زيما يعني اذا بقي خير ستكو وستيكتو مزيان باقي باقي السيراج ديرو انتر ما كنت شوفوا البريو بلا السيراج بلا اولو يعني السيراج كي بقى دور الحماية وشوية كزيت شوية البريو وكين الحماية هي اللي مهمة بالسيراج والان انا غنزيرو نوركم طريقة اللي كانت بادي با الرقم بعد ما بعد ما اه فيني اطلع حيث مزيان وطلع بريو كنت اصدام الماء بوحده كنت اصدام الماء وليتانت كنت اخذ الالوان اللي بايت ندير بيه من العرق يعني انا بايت نخدم دباب ماني غري باج يعني غري فيه بحل باج غري واللون اخر يكون غديل الكريم شوية باج غديل الكريم انتم ممكن تشوفوه انا اغربية اخذم ثلاث الالوان هادو يجبني اللون الباج يعني الالوان اللي غديل الباج كيجبوني واللي غديل المارو الدهبي كيجبوني انتم ممكن تشوفوه يعني اللي تانت كتحول انتم ممكن تشوفوه بايت ندباب حاول تطبقها ما تديرش ليسنت بزاف يعني غد تحاول ترغيل الماء في شوية كيبالك بانه ما مفونسيش بزاف وماني غد تخدم به ويعطيك يعني تستبيه ان يتجرب ويعطيك بانه هره اللون مزيان يعني ما تحاول تخدم بلون فونسي في الحياة ديريكس يقدر يسيب لك شو مشكلة يعني يحاول تجرب شوية بلاصة صغيرة عاد تخدم في الفصل اللي مهم بيتخدم فيه عند بالآن نخلط اللون الثاني يعني غير الماء وليتانت باش كنخدم انتم ممكن تشوفوه يعني على الطريقة هذي انا نخدم تبيع وكذا جبني ونشاركها معكم tablid بلان فشولت محكرا وفي عام الإنترنت Bombay لمكت مجمuldه ويحظه في الانترنت 로 اصبحت يες طريقة دوي نقرب لكم مايرا الطريقات اللي اعمل اللي اعمل بها انا يقدر ماشية اللي كعمل بها الاخوان اللي كي يديروا فيديوهات في اليوتيوب كل واحدة الطريقة باش كي يخدم انا الطريقة دي بجتني اسهل من الطريقة اللي كي سنخدم في الاول ونشاركها معكم اندرو كنتشوفه جير الالوان لابغن دل واحدة تجربة في ورق باش شوفوا الالوان كيف يرجع الورق را طبيعنا فونسي ونفتوح لغير الماء ونعطيها كدير في الكاريات يعني انتم حاول كما قلت لكم تجربوا قبل والان انا ابدأ باسفنجة كنت اخذ طرف الاسفنجة دي لدرهم يعني اسفنجة معروفة كنت اخذ طرف من الناس صغير ونضر فيها اللون من جوج الالوان كنت اخذ واحد اللون في الطرف في الراس واحد اللون في جنبه باش يحاول لك العرق يعطيني فيه جوج الالوان من كنت نضر اذا ممكن تشوفوا اذا مجرد ان تجربوا الراق اذا مجرد ان تجربوا الاسفنجة انا اخذت باتطريقة الجنب يعني يمكنك تقسم الى حيط انا اصلا درت واحد الفيديو درت واحد الفاص درت ومقسم يعني ما سلطوش فيديو انا مغانورا لكم في الاخير باتطريقة انت باش خدمت غير اندرت فيه الدهبي باتطريقة اللي ادرت فيه اللون معرو وغري وكرايم ادرت فيه الدهبي عرسة بالاختير دي مورد البيت انت باكت شوفوا تحكم فيه باتطريقة نتحكم فيه باتطريقة اضافة وغليد ورقيق غير حاولوا تتحاولوا اللون كتير يعني تحاولوا اللي لا تفنصيش لان غير الماء وحيط يعني ستكوا باقي ما مذيش للسيراج يعني كيشرب يعني اللي اختيت بها فنصي يعني غاديت 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 وحيط يعني غاديتشرب وماني غاديتشرب في الحيث ما يقدرش بازري تحيدلك اتشاليش قلت لكم ديرو حاول دير اللون خفيفة عندما ممكن شوفوا يعني كيعتك عرق باللون عرق حتى بلون خارج يعطيه حل منظر دي الرخام دي الطبيعي تقريبا ومنسبة للعروك يمشي طريقة عشوائية يعني غير تكون شوية دي عشوائية ولكن تكون فيها شوية دي الفنية في رسم دي الخطط دي العروك باش تجيب منظر دي الرخام عندما كتشوفوا عليش درت انا الماء اللتنت باش يبقى البريوف لحيط وميكونش ديك العرق خارج يعني كتدو زيدك يعني عرق كتدو زيدك يعني عرق كتدو زيدك يعني عرق كتدو زيدك كتدو زيدك والان كناخد الدهبي دي الماء الدهبي دي الماء معروف كنضيف لي شوية دي الماء وكن نحركوك نحاول رسم عرق رقاق من الفوق وانت باكدو زيدك كل شي دي العرق انا حاولت ندير الدهبي لانا عندي واحد فاصل دي الفاز درت في الدهبي بساف وحاولت ندخل تفاة الكلور باش يجي مع دي الفاز انت باكد شوفو بوصلت فرشة الرسم رقيقة يعني احترافية تكون بانسو ماشي بانسو خصتك ورطبة باش اعطيك عرق مزيان ورقيق وينكلك تغلض وقت بمعجبك وينكلك تنقص منه وقت بمعجبك ونقدر ندير عرق بالعرق هدو ندير الدهبي وندخل في مدرك الالوان اللي كانت تبعين في الول بالاسفنجة يعني بالبونجة ونقدر نديرهم تابل بانسو ذلك الالوان الجري مثلا لانا كتشوفو الرخام ما كيكونش في لون واحد عرق يقدر تلقى لون غادي الماروك تلقى لون جري لون أصفر لهذا كنحاول نقلدو الرخام انتم ما كنتشوفوك ومشي بجنبها هذه ومرة كنخرج منها مرة انتم ما تشوفو فيديو تل الأخير سوف يبلكم منظر مزيد والطريقة هدية ركو نخدم بها هنا وحاولة نشاركها معكم تدخل إخوة مزيف ما كيختموش بها لانا كي تبقى لبقى ابتكر ديالك يعني ما يمكنش الانسان يعرف وكي بقى التانية نوركم الطريقة أكيد يمكن ان يبتكر أحسن يحاولي زيش حاجة من رأس ويجي أحسن لانا طيب واحد ما عندو حوذل ديال الحرفة يمكن تشوف عندي فكرة وتقدر تطورها جي أحسن مني أنا لذا الانسان لي ما يبقى يطور في الحرفة ويشارك المعلومة مع الأخوان لانا من الأفكار كي تطور الحرفة يعني كي تعطي فكرة الحرفة أخر كي يحاولي يطورها ويخرج نعطني حاجة أحسن الحمدلله ويشارك المواقع التواصل الاجتماعي ويشارك المعلومات مع الأخوان ويشارك المعلومات مع الأخوان لانك يستعد من الخبرة ديال للناس أخرين والحمدلله لكل حال خصائر الإنسان يجتهد شوية يعني ببسطة فرشات رقيقة تكون فرشاتك ورقيقة دير الرسم وكامل ذا كنا نعرق بالألوان كاملين يعني نقدر ندخل أي لون يعني غير أنا خصيك وعندي فكرة ديال الرخام اللي كان ندير كيفاش بغيت نكون نديرو باش ما يبقاش ندخل في يعني شيء ألوان ميجيوش مزيانين بتحاول تدير الألوان اللي غيكونوا في الرخام طابعيين وكتخدم بهم مزيان تدير عريقات رقيوقين هالشي كتديرو قبل السيراج لانه إذا هذا الشي مو سيراج ما يشتدلكش فلحية مزيان لكنه هناك والآن ديال السيراج السيراج تم تخدمات السيراج ديال للسانس ديالونك إلى السيراج نطراك فأنا ما كان منذ objeto بهذا الأمر ان يصبح متسوح وقوم ق molar السيراج ديال تصح وممي فقط SSS لقريبا يجب أن تشاهده يجب أن يكون مزيان وبالبونجة الدرهم معروفة وبعد ما دوزته كامل نعود ندير البونجة نصلها مزيان نصلها مزيان نبقاش فيها نبقاش فيها ونرجع مع ذلك الفصل اللي دوزت في الأول يعني باقي ما تشفش يجب أن نساني نعود نرجع معها نستمر أول مزيان كما تشاهده نستمر أولا تقدم السراج من الفور يدعه من الفور ونحاول نسحه وسوف نرغب البونجة نزلق نستمر كامل قم أبقاش وبعض المزيان تجري ان تظن يكون السراج رواق أبيض كما يترجم في البونجة وكنا عاود نشللها كنا عاود نغسلها في ذاك بشخ الداب والسيراج وكنا عاود رجاء نمسح به مجر ما كنتشوفه انا نحاول نزرب الفيديو شوية بشي ميجيش للفيديو طويل ومن بعد كان سهلي كان نشد شيفون هذا الشي كامل قبل ما ينشف السيراج لما شيته نشوف ما كيبقى شي بغيت عيد وانا ما كنستعملش وانا ما كنستعملش وانا ما كنستعملش كنخدمه بتشيفون باليد لانا مهم هو يتمسح الحيث مزيان يعني كيدخل لك السيراج اللي كيدخل في الحية التراك ومن الفوق ما كنستعملش يبقى يتمسح بشكات البريو ومن الاحسن البريو يكون طالعك في الاول يعني في الخدمة الاول في السيكاج حاول السيكاج يطلع البريو وانتا ما كنتشوفو المنظر النهايه هذا هو الفاصلي مثليكم في الاول مقطع مربع صغر وهدي هي الخدمة انتبو كتشوفو بعد ما هذا السيراج هذا كل شي يعني الحيث طالع مزيان ومنظر زوين يعني تشوفوا مباشرة قد حسب واحد من المسدير الرخام والمنظر يعني بالعين كتشوف منظر ذو الرخام وهذا الشي اللي بغيت نوصل لكم وهالفكرة هذية لنا شاركتها معكم قد تمنوا تستفدوا منها ليستفد من الفيديو يعني يخلي النشطة ليقزوين واذا رجيم تجي على القناة ونحن نحاولو نقدمو اشي معلومات اللي تفيدكم ونشاركو معلومات معكم بقدرت تكونتم مع يعني معلومات احسن مني وانما انا كنشاركو معلومات دي معكم انتبو كتشوفو يعني اخدنا كتبالية بانا عرقا عرقاق خفاف جوم زيانين كل وار نخيير البريوم زيان يعني بلا ما استعملت لبنصوج الاولو يعني اخدام غيب اسمته هالكوانت هذو اللي درد الاليمينيوم درتهم في الكوانات باش مي يدربوش كيتباعو يعني بارة بارة كتكون فيها ستة مترو كتدير سبعين درهم خمس وتلاتين درهم البارة فيها ستة مترو انا كنقسم بارة على ثلاثة ونحاول اركبوه في شوكات انتبو كتشوفو انتبو كنت منها تقبل علينا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته والفيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة